موسيقى تتابعون نشرة المغربية من الجزائر أهلا بكم وفي المستهل حذرت الجزائر من خطورة قرار السلطات المالية التنديد باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر على مالي وعلى المنطقة بأكملها بيان الخارجية أوضح أن الجزائر تلقت ببالغ القلق قرار السلطات بامكو محذرة من خطورته على مالي وعلى المنطقة مؤكدة تطلعها إلى تحقيق السلام والأمن للمنطقة وللمجتمع الدولي الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة للاستقرار من خلال المصالحة الوطنية في البلاد كما أكدت الجزائر واجبها إبلاغ الشعب المالي أنها لم تتقاعس يوما في العمل على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه الشعب المالي المصدر ذاته أضف أنه على الشعب المالي أن يعرف بأن القائمة الطويلة من الأسباب المطروحة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة ولا مع الواقع مشددا على أن السلطات المالية كانت تعد لهذا القرار منذ فترة طويلة وكانت العلامات التحذيرية على مدى عامين هي انسحابهم شبه الكامل من تنفيذ الاتفاق واعتراضهم على نزاهة الوساطة الدولية إضافة إلى تصنيف الموقعين على الاتفاق كقادة إرهابيين ومطالبهم بانسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي من اسمع والتكثيف الأخير لبرامج الأسلحة التي تمويلها دول ثالثة ولجوءهم إلى المرتزقة الدوليين كما أكدت الخارجية الجزائرية أن مثل هذه القرارات أثبتت أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيه وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها ويشكل مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليمي يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الاحتلال الصهيوني إلى منع إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة الاجتماع يوقد بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم المحكمة بشأن الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بموقف للتاريخ تسارع الجزائر إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع للنظر في فرض عقوبات على الكيان الصهيوني حيال إبادته المتواصلة في قطاع غزة تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية الذي رفع الحصانة عن الاحتلال أمام القانون الدولي دعما لدعوة جنوب أفريقيا تتحرك الجزائر بصفتها عضوا فاعلا في مجلس الأمن الدولي لمحاولة تفعيل الصيغة التنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية بأمال فرض إجراءات عقابية على الاحتلال الصهيوني إن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي اجتماع الأربعاء المقبل يندرج في السياق مبادرة الرئيس الجزائري الذي كان سباقا إلى الدعوة للجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية نظرا لتعدد جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي بنظر السلطات الجزائرية فإن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يؤرخ لبداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب الذي منح الاحتلال الغطاء لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع حقوقه المشروع لأول مرة منذ 75 عاما تواجه سلطات الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وقد يضع الكيان الصهيوني في عزلة دولية غير مسبوقة وفي مواجهة مفتوحة مع الهيئات القضائية الدولية عبرت تونس عن ارتياحها الكبير بشأن القرار الذي وصفته بالمنصف والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة في إطار الدعوة المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني واعتبرت تونس في بيان لخارجتها القرار التاريخي خطوة بهلغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللمثاق الأممي داعية إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية تلقت تونس بارتياح كبير القرار المنصف والعادل الذي أصدرته اليوم حكمة العدل الدولية في لاهاي حول تدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوة المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة ضد الكيان الصهيوني تدعو بلادنا إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفضيعة في حق الشعب الفلسطيني رحبت موريتانيا بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأشهدت الخارجية الموريتانية في بيان لها مساء الجمعة بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني دعية المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أنواع الضغوط الضرورية لانزام الكيان بالوقف الفوري لحربه الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة الموريتانية تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على تبني هذه الدعوة مناصرة للحق والعدالة الإنسانية فإنها تطالب بتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية وتدعو من جهة أخرى المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أنواع الضغوط الضرورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لحربها الظالم على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة كما رحبت ليبيا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة والداعي لالتزام الاحتلال الصيوني باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة واعتبرت الخارجية الليبية في بيان القرار خطوة في اتجاه التحقيق الكامل لعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني دعية للالتزام به والعمل على وضعه موضع التنفيذ الفوري ودون تأخير كما شدد المجلس الرئاسي الليبي في بيان على أن القرار الذي يعد انتصارا للإنسانية والقانون يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه ترحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالقرار التاريخي والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة طيلة سنوات الاحتلال وفي غزة بصفة خاصة منذ السابع من أكتوبر العام المنقضي والإبادة الجماعية على يد الاحتلال الصيوني كما ترحب بالتدابير المؤقتة التي يأمر بها قرار المحكمة وتدعو إلى الالتزام به والعمل على وضعه موضع التنفيذ فورا ودون تأخير هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل وقف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 سنة في خبر آخر استعرضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجهود المشتركة بينها وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في مجالات التنمية المتعددة مع الجهات الدولية بيان للحكومة لفت إلى أن وزير التخطيط محمد زيداني استقبل المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كريستوفر لايكر الجمعة حيث تم تقديم مقترحات لتعزيز التعاون المصدر ذاته أشر إلى تسليط الضوء خلال اللقاء على تقدم الأعمال في الاتفاقية المبرمة بين صندوق إعادة إعمار مدينة مرزق والبرنامج الإنمائي ومرجعة ما تم إنجازه في برنامج المنظمة للعام 2023 وصلنا إلى الختام إلى اللقاء اشتركوا في القناة